لقطة بسيطة جداً وما كانتش المفروض تحصل وانا عدت فكر نجيبها اللي ما نجيبهاش قلت هجيبها لسبب بسيط جداً انه هنحبه الكلام ده ما يتكرارش تاني عبدالرحمن مجدي مع نهاية المبرى بياخد الكرة ويخبطها في جامع الكرات اللي موجود في الخارج في مشهد يعني مش لازم بوس انا دايما بتفاهم بتفاهم الادرنالية اللي بيبقى صاعد وعالي عند اللاعبين والعصبية في أرض الملعب والمنافسة ووى بس الحاجات دي وانت لعب دولي ولعب كبير ولعب مهم جداً في النادي الإسماعيلي ما تطلعش ما ينفعش ما ينفعش من أي لعب لا في الإسماعيلي ولا في أهلي ولا زمالك ولا قفلها ولا هازر دقاب كده عمالها قبل كده واترد وكان عنده وقف في إنجلترا يعني الكصة دي بتحصل بس مش مطلوب انها تحصل مش مطلوب مش مطلوب الشباب دول بيبقوا شباب صغيرة هو طفلة يعني انت يعني سايب المطش كله وراح تعصب عليه هو لقطة مرفوضة ومش حلوة من لاعب هو محترم عبد الرحمن مجد يلاعب محترم ولاعب كبير في النادي الإسماعيلي بس يعني ده اللوم اللي عليه واتمنى ان عبد الرحمن يطلع ويقول انا بعتذر عن الموقف ده في لحظة تعصبية ونرفزها عشان هو زي ما قلت لكم هو لاعب مهزب وكابت المحمود البنة مباشرة راح يدد له انزار بسبب هذا الموقف اللي كان بدون داعي بالمناسبة مباراة النهاردة على مستوى الروح الرياضية من اللاعبين والأجهزة الفنية كانت رائعة على مستوى الجماهير كانت رائعة جميع الأهلي والإسماعيلي كل حاجة النهاردة في المباراة بصراحة كانت أقرب للمثالية كل حاجة حتى صورة المباراة التصوير الملعب النجيلة كل حاجة النهاردة مباراة يفرح مباراة من بتاعة الأهلي والإسماعيلي بتاعة الزمان والإسماعيلي النهاردة مسته انه ما كانش مستسلم ما كانش سيء قدام النادي الأهلي نقصه كتير طبعاً لإسماعيل إسماعيل نهارده في كثير من الأوقات استحوز على الكرة أكتر من النادي الأهلي كان له فرص على مرمى النادي الأهلي فخلى المباراة بذكريات الماضي وبالمناسبة يعني ذكريات الماضي دي بالنسبة لإسماعيل لازم ترجع بسرعة نهارده إحنا بنذاكر المباراة الإسماعيل ما كسبش النادي الأهلي من 2010 في الدولة من 2010 13 سنة كتير كتير مش بش دعوة إن الإسماعيل يكسب الأهلي والأهلي يخسر أنا بقول زمان كان فين الدية بين الإسماعيل والأهلي ده يكسب مثلاً يعني الإسماعيل يكسب مطشين 13 الإسماعيل يجي يكسب مطش في فترة لو تفتكروها كان الإسماعيل متفوق جداً على الأهلي في 2003-2004 في الفترة دي كان الإسماعيل متفوق بس الإسماعيل يرجع يكسب الأهلي يكسب زمالك يكسب مصر والأهلي يكسبه والزمالك يكسبه والمصر يرجع الإسماعيل تاني يعني